الذم بقى قالوا لا تذم أحدا ما تذمش حد لأنك لا تدري مش أنت مش وصي على الناس هتحكم على هذا بأنه كويس وده وحش وهكذا لا لا تذم أحدا وفوض الأمر في الناس إلى الله عز وجل ودع الخلق للخالق سبحانه وتعالى وليكن حظ المسلم منك ثلاثة أو إن لم تمدحه فلا تذمه وإن لم تفرحه فلا تغمه يعني الإنسان إذا ما مدحش الإنسان ما يزموش وإذا ما فرحتوش ما تغموش يعني أدخل السرور على الناس وأثني على الناس بما هم أهله واشكر الناس إنما ما تزمش حد لأنك لا تدري الإنسان الذي أمامك هذا لعل له بينه وبين الله عز وجل شيء الله عز وجل يحبه بسببه أو يغفر له بسببه أو لعل الله عز وجل يختم له حياته بالخير نحن مش متفرغين لذم الناس والقدح في الناس وإنما ننشغل بأنفسنا بيقول الربيع بن خثيم يعني لم نرك تزم أحدا قال إني لست عن نفسي راضيا حتى أتفرغ لغيري أنا مشغول بعيوب نفسي وبصلح عيوب نفسي وهكذا إنما أنا مش مشغول بفلان فعل وفلان فعل وإن الناس مش هتخلص لا الناس حتنتهي عيوبها ولا الناس حتنتهي مشكلها فأنا لو شغلت نفسي بدا النهاردة ودا بكرة طيب وأنا هتفرغ لنفسي إمتى؟ يبقى يقولك كن مشغولا بنفسك إن لم تمدح أخاك فلا تذمه هذا بالنسبة لمسألة المدح والزم أمدح إمتى وما زمش وهكذا طيب لو مدحت أنا أنا مدحت في واحد بيقول لي أنت رجل صالح أنت رجل عابد أنت كذا وكذا وبيمدحني العلماء يقولوا أول شيء تحمد ربك سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى سطر عيوبك وإن نشر المحاسم بتاعتك بين الناس فالناس ما دحوك بدل ما يزموك فالفاعل الحقيقي للقضية دي مين هو الله سبحانه وتعالى لذلك الإمام ابن عطاء الله في حكمة أخرى يقول من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره فالحمد لمن سترك لا لمن مدحك وأكرمك بيقولك الناس اللي بتكرمك دي بيكرموك علشان ربنا سترك علشان ربنا سبحانه وتعالى بيظهر لهم المحاسم بتاعتك وإنت فيك عيوب وكل البشر فيهم عيوب بس ربنا سبحانه وتعالى أظهر للناس المحاسم وستر عيوبك فالناس ما دحوك فاحمد ربك سبحانه وتعالى ولذلك من يعني الكلمات ابن القيم رحمه الله تعالى ونشرت لي في العالمين محاسنة وسترت عن أبصارهم عصياني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبا السلام علي من يلقاني ولأعرض عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن تغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني بيحمد رب العالمين سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبيرة أن ربنا سبحانه وتعالى أطلق ألسنة الناس بهذا المتح يبقى بيرد الفضل إلى صاحب الفضل سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله الرجل مننا يعمل العمل الصالح فيحمده الناس عليه فيحبه الناس عليه يعني أنا بعمل العمل الصالح مش غرضي أن الناس تمدحني ولا أن الناس تحبني لو ده الغرض تبقى مصيبة يبقى العمل الصالح راح لأن أنا كده دخلت في دائرة الرياء فلو أنا بعمل العمل الصالح علشان الناس تمدحني وعشان الناس تحبني أنا دخلت كده في الرياء فضاع العمل إنما المفترض أن أنا بعمل العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هكذا علمنا رب العزة سبحانه وتعالى لكن أنا عملت العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى فالناس علمت بهذا العمل فشكروني ومدحوني وهكذا هل يا رسول الله يعني هذا ينقص العمل ولا يدخل في الرياء ولا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن القضية دي فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشر المؤمن تلك عاجل بشر المؤمن هذه بشر طيبة ودي علامة إنه العمل مقبول عند الله عز وجل إن شاء الله وإن ليه جزاء عليه في الأخرى مؤجل بقى بإذن الله في الجنة مدام فعله خالصا لوجه الله وربنا بقى هو اللي أطلق ألسنة الناس بهذا المدح يبقى أول خطوة الإنسان إذا مدح وأثنى الناس عليه عليها أن يشكر ربه سبحانه وتعالى لأنه الفاعل الحقيقي لهذا الأمر سبحانه وتعالى